لقطة كمان كانت مهمة النهاردة في هذه المواجهة هي طرد عبدالله السعيد عبدالله السعيد بياخد الكرة الأحمر الأول في تاريخه في كرة القدم عبدالله السعيد انزلوا بعد كده رفع محمد معروف حكم المباراة الطرد المباشر بعدها مباشرة لعبدالله السعيد أغرب لقطات المباراة ويا ريت يا جماعة لو جاهزة معنا نعرضها كانت لقطة في منتهى الغرابة في منتهى الغرابة كابتن محمد معروف بيترد عبدالله السعيد عبدالله السعيد لسه رجله في الملعب جوه الملعب بيتكلم مع كابتن محمد معروف راح كابتن محمد معروف مكمل اللعب يعني طرد اللعب طلع على الكرة الأحمر وقال نستأدف اللعب بسرعة هو إحنا اللي مش حكام أول ما شفنا اللقطة دا فتحنا بقنا ومش اللعب دا ما فود يخرج بره الملعب خالص أصلا ما يقضش يعني يبقش حدث على الدكة دا هو لسه أبس بس اللقطة بس اللقطة كابتن محمد معروف رفع الكرت الأصفر اهو لسه هيروح لعبدالله وبعد الكرت الأصفر رفع رفع الأحمر هتقولنا يا جماعة لقطة عبدالله السعيد فدل واقف يعني معطرد أو متدايق من اللقطة وبعدها فدل عبدالله السعيد واقف في أرض الملعب دي اللقطة هاي لسه بيعترض عبدالله السعيد رح له محمد معروف تاني ادى له الكرت الأحمر وبيستقنف اللقب قال اللقطة هاي كاملة مع حضراتكم ما فهمتهاش مش منطقية مش معقولة خارج إطار المنطق اطلاقا حاجات ماينفعش تحصل واكلمكم بصراحة يعني وسط انتقادات للجنة التحكيم وكلاتنبرج وكلاتنبرج هل قدم ولا لسه ما قدمش وبتاع ده أنا لو كلاتنبرج وشفت لقطة زي كده هتشل ما هو اللقطة دي ماينفعش تحصل أصلا ده حكم دولي من أي حكم بقولك أنا لو واقف أكيد مش عاملها هستنى لعيب لما يخرج بره خالص فاللوه أكيد هو الرجل مش هيقول للناس قانون كرة القدم بيحصل في إيه ألف به اللوه ألف بتاع القانون يا مقربة فيه تفاصيل معقدة تانية بس الألف به لعيب الترد بستنى لما يخرج بره الملعب خالص حاجات لا يصدقها عقل لا يصدقها عقل اخد بالك لو اللقطة ديت مثلا مثلا هو عبدالله سعيد في الملعب وراح بره متخد الكرة وسجل هدف دي أزمة كبيرة أوي أوي كان فيه بقى مطالبات بعادة المباراة وكان فيه مطالبات باحتساب المباراة لفيوتشار ودخلنا في أزمات وفين الليحة وفين الكصص ونودي المحكمة الدولية ونروح لحكايات عشان مع كامل الاحترام الكابتر محمد معروف مع كامل الاحترام خطأ ما ينفعش ما ينفعش يطلع من واحد عادي كنت أقول من حكم مبتدي لا حتى الحكم مبتدي مش تطلع منه ما ينفعش تطلع أصلا اشتركوا في القناة